في موضوع غريب حصل النهاردة في مصر نادي الجزيرة ده نادي عريق نادي محترم له تاريخ مجموعة من السيدات الأعضاء في النادي والنادي ده الناس اللي منتمية لي بتحب تقعد في أغلب الوقت وتعمل في كل مناسبتها فكانت عدد من السيدات الكبيرات في السن يعني عيد ميلاد واحدة منهم فأخدوا مكان يعني في الجنينة وجابوا علبة جاتو علبة جاتو وطبعا في حكايات متعددة إنما الكيك اللي اتعمل كان عليه أعضاء ذكورية وطبعا يعني نكتة سخيفة وسامجة إنما هم اختاروا اختاروا إن الاحتفال يبقى بالشكل ده وكان هذا الأمر ليستمر بدون أي مشاكل وهم يأكلوا الكيك بتاعهم ويسعدوا ويتحكوا على الدعابة اللي هم قبلنها بينهم وبين بعض لولا إن في حد ما وأنا رأيي إنه الحد ده هم كمان لازم يدوروا عليه يعني رأوا أخذ الصور وحطتها على السوشيال طبعا فجأة كلها مصر بقى نادي الجزيرة هاشتاج وبقت الناس كلها بتتكلم على التورطة الجنسية تعرفين إحنا على طول نعمل سيدة المطار سيدة مش عارف إيه هاشتاج التورطة وبقى فيه هذا الأمر وطبعا هو أمر غريب وشاز والأغرف الأمر الأخبار التي تم تدولها عن القبض على السيدة التي قامت بخبز هذه الكعكات الجنسية وقالوا لي دلوقتي أن تم الإفراج عنها بكفالة خمس تلاف جنيه طبعا انقسم المجتمع المصري إلى فستاطين يعني إلى جزئين إلى معسكرين معسكر وده الغالبية اللي قال أن ده شيء يعني غير مقبول وإزاي يعني ستات محترمة في نادي محترم زي دا يعملوا حاجة زي دي وفين الأخلاق وفين المبادئ وإيه الناس دي مش عندها عيال وعندها عفاد والمنظر دلوقتي وأنا رأي أنه كمية الحرج اللي ممكن السيدات دول تعرضوله وسط عائلاتهم ممكن يكون كبير جدا وفيه رأي تاني وده أقل كتير بيقولوا والله دي مسألة خاصة هم الناس دي قرروا أن هم يعملوا الاحتفال ده بالشكل كده ولو ما كانش الصور دي طلعت كان محدش عارف كانوا احتفلوا بالطريقة الغريبة اللي هم قرروا يحتفلوا بيها دي